اشتركوا في القناة انها تحتوي على بيت وحديقة خضروات وبستن تم ايقاف هذا المشروع بشكل مؤقت بسبب القيود المالية مع انه ما كان فيه متابع للارض نظام حصاد مياه الامطار لسه فعال وبيسمح للاشجار والنباتات بالازدهار الجزء العلوي من الارض عبارة عن غابة وتحتها فيه خنادق مستوية على عدة مستويات اول جزء تحت الغابة مزروعة بالعشاب العضرية وتحتها فيه بركة تحت البركة فيه حديقة خضروات والجزء السفلي من الارض بستان طيب تامس اشرح لي شو عم بشوف هون اول ما جيت هون شفت فيه سيل ماي بينزل من الجبل فوق هون بنص الواد وكان انجرة في التراب في الدنيا الشتاء هذا الماء من الماء يعني هاي ماء الشتاء من كل الغربة فوق مننا على رس الجبل هناك عشان هيك فقرت اول اشي بدنا وقف السيل وافرد الماء بكل المساحة الارض عشانها بغلغل عشان هيك عملنا هادرول السناسل عشان عمل الميلة من فوق اقل شوية عشان الماء بظال هون وما بينزل السرية على الواد تحت بس بظال هون عشان يزيد الرتوبة الترابية بكل الارض ما كان بدنا انو التراب منجرف الجران المتاحة صحيح عشان هاد التراب اقل اشي بالارضن يعني هاي التراب من الغربة في قسوبة عالي بس الارتفاع بين 10 ل 5 سنتي بس بذلش في بس يعني في تراب خفيف صحيح صحيح عشان هيك بدنا وقف المنجرة في الارض فانت بتتكييلي انو هذا الخندق مستخدم وهذا خندق مستوي عشان نجمع الماء صحيح نوقف الماء بس والله فهمت منك اش حلو يعني التل هاي اهم من الخندق نفسه بالزبط فلازم التل هاي تكون قوية عشان الماء تتجمع هون بالشتة صح ايوه بطلها بمحلها ايوه ما بظل هون بينزل جوفي حلوه بكون ماء ممكن ساعتين يوم مش اقتر خلص بعدين بتتخزن جوه بالزبط حلوه حلوه بكل الترب بالمزرع كامل الثانية بس كل الحجار بختلفها؟ لا هاي بركة السكية يعني هاي ماء الشتوية بس من فوق المهم بالندام التزيم الماء الشتوية بدنا يتعبيه الترب على الاخر هذول الخندق المستوي اسمه سويل بالانجليزي المفيد هذول عشان اتعبيه الترب نفسه بالمي بدنا يتعبيه الترب على الاخر اذا ما في مجال والله نقطة مي يعني بينزل الارض المي الزيادة راح كيب من هون البركة ونقدر يعني تخزن المي بالبركة كم شهور عشان يسكي بدن يسعف حلو حلو فالبركة الخطوة الثانية بس التجميع المي داخل التربة هو الخطوة الرئيسية والاهم وهذا اشي بعدين صح؟ اذا في زيادة تربة احم اشي بدنا تعبيه التربة مع الميت الشتوية الله اخر ناشي حين بالعالم انتكب المزرع تحت الغبارت شايف هاي الواد الصغير هاذ وين بيجي لسيل المي بالدنيا شتا يعني بيجي مي سري من فوق من كل المنطقة لفوق من رسي جبل ومن الغربة هون بنفس الواد يعني عالة منا كله بينزل من هون الميت السيل بيجي من فوق ثم بدها بس خمس دقائي عشان بينزل بكل طول المزرع وطرق المزرع لتاحت والله اه سريع جدا صح يعني بظل يعني بروح هيك سريع وبظل هون بالنفس السيل يعني ما بيطلو هناك ولا بيطلو هناك نابت وزع كل الماء بينزل للأوطر ما انتكه وبينزل لتاحت هيك سريع بنزل دفل نابت يستفيد يعني صعب استفيدها عشان هي معنا بس خمس دقائي بس عشان هيك السناسل اه والخندق المستوي يعني يسمى سويل بالانجليزي ايه والبركة كل هذول عشان خزن الماء الشتوية اه حلو وهيك الماء بظل بالنفس الأرض بالنفس المزرع خمسة ستة ثمانية شهور زي الرتوبة طرابية يعني ما في برع كمانا يعني ما بذل هيك السطح الأرض يعني بينزل جول الأرض بذل هيك برطوبة والشجر بيشرب من هاي نعم طول السنة سنة كامل حلو والله شي جميل جدا عن جدي شايف كيف كان الميلة كل المزرع كان هيك جمال مثل المرمر كل الماء بتني شتاء الماء بينزل بالسيل لهن وهن في خندق مستوي الماء بيجي هيك وبعبل الخندق للراس تلا هاي ومن هون تتقارغل التربة وراح كامل ينزل بالجبل بس هيك ما بدا خمس دقاي بدا خمس شهور عشان توسل الحدود لتحت عشان هي بينزل من جوفي مش الوجهة الأرض يعني مش السطح الأرض بعد ما تتقلق الماء بالمنطقة العالي الماء الزيادة بيجي هون وحاذ السدل الرئيسي بالمسرع هاي عشان تقبي البركة بس هاي مرمر طريق مضبوط بس برضو هاي باب الماء الباب الماء هاي خمسة سنتي أوطة من الثم البركة هناك من الثم أو الحفة اه الحفة عشان هيك بدين يشتها كل الماء بيجي من فوق ايه بعبي الغندوق هاي وبكب على البركة فهم قمت البركة مليان الماء بطل روح هناك وبيرجي من وبكب من هون ما بكب من عند البركة زي الشلالة لتاحت وشايف هاي مرمن هذول درج بس كمان هذا مش بس درج الماء را ينزل هون زي الشلالة يعني جاد في 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 سل قوية بدين يشتها صحيح يعني بعد قصبوين ماء زي كان فينا بسنة هاي يعني بيجي زي النهر عشان هيك ما بدنا الماء عمل كمان خندق ما بدنا ينجرف التراب صحيح عشان هيك الغوز عشان الطاقة الماء ما بيضرب بمنطقة بس بدنا توصى المجال المنجرف لكل طول الدرج وفي هون الجنينة كان وارد وخدرة وزابت مية بالمية هذا كان هيك يعني مليان خدار يعني هاي الفكرة يعني زي فوق في سنسلة وصد ترابية ووراها وأوطى شوي في حود الزراعي الحود الزراعي لازم يكون أوطى من السنسلة عشان عشان جمل الماء الشتوية كل الماء ما بينزل من هون ولا من هناك بينزل عند الخدرة نفسها يلا كامل نشوف السويلز يعني نخي الخندق المستوي بالبستان هاي كمان السويل خندق مستوي كل الماء بينزل من فوق من الغربة ومن المأمر بينزل لهون وما بقدر ينزل لتحت فوق الستة الأرض يعني بذل هون زي بخيرة خفيفة يومين وتتغلغل التراب يعني من الأول بدك بدك غيث الارتفاح بالجبل عشان 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 أعرف وين تحفر الخندق يعني الخندق نفسه مش مهم أهم إشي التلة هي زي زي السد السد الماء وأوطى منها يعني السويل هاي بزيد الرتوبة بالمنطقة اللي تحت يعني مش مش هون بكل المنطقة هاي يعني يعني الزيتوني هاي راح تستفيد من الرتوبة وهنا بالبستان بالمنطقة واتي وهون فيه سويلز يعني فيه خنادق مستوي وبكل سويل فيه باب الماء بالانجليزي اسمها يعني مستوي يعني يعني الماء بكب فوقيها زي شلالة شلالة شي هذا يعني باب الماء يعني يعني إذا الخندوقاي بكون مليان ماء ما بدن الماء يتكب من التل الترابية عشان التل الترابية راح انجرف هون يعني فيه هجار وتحت الهجار فيه يعني فيه دبش ايوا لدرجة هذول هم زي فوق عملت زي الغوز لكي نكبة العربية لكي نكبة العربية لكي نكبة العربية لت pengحرم الوطنسي يعني . الانجليز يلسه بطل اشتركوا في القناة